اشتركوا في القناة موضوع يهم كل العراقيين حقيقة ويشغل تفكيرهم دائما منذ عام 2003 لحد الآن وهو أنه متى ينتعش الاقتصاد العراقي متى ينهض العراق اقتصاديا طبعا كما هو معروف من البلد لا ينهض اقتصاديا إذا لم ينهض سياسيا لم يكن هناك نظاما وطنيا إطارا وطنيا يحرص على المواطن يحرص على أموال الناس يحرص على حياتهم على حقوقهم على سيادة البلد واستقلاله على القوانين يعمم القانون على الجميع يقيم العدالة لم يكن هناك نظام مثل هذا لا يمكن للإقتصاد أن ينمو أن يزدهر أو أن يعيش فبالتالي تعيش الفوضى لكن الكثير من غالبيت أو جميع كل ما في العملية السياسية يتحدثون عن الانتعاش الاقتصادي ويربطون الانتعاش الاقتصادي مرات كثيرة من خفاض أسعار النفط يعني يتحججون بأن النفط قد انخفض السعره ولم نستطع أن نلبي حاجاتكم لن نستطع أن نبنينا كذا مثل ما يتحجج البعض بهذه المجموعة التي عوقتنا وتلك المجموعة التي عوقتنا ومن يقفون ضدنا وصل بهم الحال الحال في بعضهم لأن يتهم الأمريكان الذين جاءوا بهم للحكم بأنهم من يعيقهم عن تنفيذ برنامج إصلاح العراق وأعمار العراق فهذه كذبة كبيرة ويقفون ضدهم المهم خلال الفترة التي ربما سبقت كورونا انتشار كورونا مرض كورونا كان النفط قد ومع بداية مرض كورونا يعني انقفضت أسعار النفط وبدأت بدأت الحكومة وطلع حال كل الحكومات تتحجج بأنه قلت واردات العراق من الأموال بسبب قلة أسعار النفط أدت إلى انكماش وأدت إلى توقف كثير من المشاريع وهذه ليست حقيقة يعني لغاية عام 2017 بداية كورونا وانخفاض أسعار النفط كانت أسعار النفط عالية جدا وكانت الموازنات مليارية كانت الموازنات أكثر من 100 مليار دولار ولم يكسب منها شيء العراق بالعكس الفقر ازداد البطالة ازدادت الأمراض ازدادت الخراب ازداد لم يعمر شيء ولم يبنى شيء لكن مع ذلك الآن وصل سعر برميل النفط إلى 95 دول أكثر من 95 دولار والناس تتساءل هل اقتصاد العراق نحو الانهيار أم الانتعاش الحقيقة الموازنة حسبت على موازنة 2022 التي يريدون أن يقدموها الآن حسبت ربما على سعر 50 دولار للبرميل ربما سيزيدونه إلى 55 أو أقل لكن فرق السعر ربما هو ضعف السعر الذي يقدروه في الموازنة وبالتالي هناك أموال تعادل الأموال التي خصصت في الموازنة لا ندري إلى أين ستذهب وبالتأكيد ستذهب إلى جيوب الفاسدين عموما لكن علينا أن نتحدث قبل ذلك أنهم يعدون موازنة 2021 قالوا يجب تخفيض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار وخفضوا سعر الدينار العراقي إلى 1450 دينار مقابل الدولار وقالوا أن ذلك سيمنع تحريب العملة الأجنبية العملة الصعبة يقصدون الدولار إلى الخارج وكل القوى السياسية أيدت هذا الكلام باعتباره هو هذا المنطق الصحيح لكن ظهرت ظهرت كذبة هذا الادعاء لأن البند المركزي بعد هذه الخطوة كان كان مزاد العملة فيه أوسع وأكبر والمبالغ التي طلحت في مزاد العملة في مزالات العملة أكبر بكثير والأموال ظلت تتذفق إلى الخارج الأموال الصعبة أقصد الدولارات فبالتالي من تأثر في هذا الموضوع هو المواطن العراقي هناك ارتفاع بأسعار البضايع نحن بلد مستورد كلها يستورده بالدولار فبالتالي ارتفعت أسعار الموات الدينار منخفض المواطن فقط أكثر من 25% من قدرات الشرائية غير قادر على الشراء كساد عام أسعار الليجارات ارتفعت أسعار النقل ارتفعت أسعار المواد الغذائية ارتفعت أسعار المواد المنزلية كلها ارتفعت وبالتالي كل الخدمات ارتفعت أسعارها والمواطن عليه أن يدفع فبالتالي زادت أعداد الفقراء وصلت الحال إلى البنك الدولي يتحدث في تقاريرها آخر تقاريرها تحدث على أنه يعني 13 مليون عراقي دخلهم لا يزيد عن دولارين باليوم هؤلاء 13 مليون تحت خط الفقر هؤلاء يكلون من المذاب لأنه عندما يكون دخلهم أقل من دولارين يعني أقل من 3000 دينار 3000 دينار يعني في العراق وأهل العراق يعرفون 3000 دينار لا تساوي شيئا النقل بالباصات هذه النقل سعره 500 دينار النقل يعني ذهاباً إياباً هو يتفعل في دينار 3000 دينار باليوم ماذا يفعل فيها وماذا يشتري فيها وكيف يأكل فيها إذن هؤلاء تحت خط الفقر هؤلاء يأكلون من المذاب لا يوفرون لقمة عيشهم هذا واقع الحال ميزان العراق التجاري طبعاً ميزان التجاري كل موازنة تجارية تحسب التصدير والاستيراد فبالتالي ينتج قد تصدر وقد تستورد وكل الدول تحرص على أن تصدر أكثر مما تستورد لكن في العراق ميزان التجاري ميزان هذا قيمة الصادرات أعلى منه قيمة الواردات أعلى من الصادرات بكثير يعني ليس لدينا سلعة النفط نصدرها وهذه نصدرها كلها مواد خام ونستورد لأنه ما عندنا مواد مصنعة نصنحها ونصدرها ونستورد كل شيء فبالتالي قيمة المستوردات وميتحدثون عن 50 مليار أو 60 مليار دولار فقط مستوردات من غير النفط والغاز لأنه حتى نستورد بنزين ونستورد غاز ونستورد كل هذه القضايا فنحن بس ندفع أكثر من 60 مليار دولار مستوردات من الخارج وهذه كارثة كبيرة يعني كل الدول تعمل على زيادة الصادرات إلا في العراق يزيدون صادراتهم على حساب وارداتهم إلا في العراق يعني وارداتنا هي التي ترتفع وصادراتنا ربما تساوي صفرا عدا ما نصدره من نفط خام ومواد خام فتحول العراق إلى بلد مستهلك وتتسأل نفسك والناس تسأل نفسك كيف تحول العراق إلى بلد مستهلك حقيقة كل الدول تعرف أن العراق أرض خصبة فيه نهرين نجلة والفرات وفيه أرض زراعية كبيرة في عام 1957 في إحصاء 1957 ذكر رقم عدد النخيل في العراق 30 مليون نخلة فقط البصرة فيها 13 مليون نخلة الآن في عموم العراق بعد تحرير ما سموناه التحرير بعد احتلال العراق وبعد هذه الديمقراطية المزيفة وهؤلاء القوى هذه التي تدعي الدين وتدعي الحرص على المواطن وتدعي المظمومية الآن عدد النخيل في العراق لا يزيد عن خمسة ملايين نخلة كنا يعني سنويا سنويا 932 ألف طن من التمور يكون واردنا في العراق يعني نقدم هذه النخيل 932 ألف طن سنويا هذه النخيل الآن كم تقدم نستولد التمر مع الأسف الكونغرس الأمريكي يتحدث عن أنه 78% من الأراضي العراقية الصالحة للزراعة قد خرجت خارج لدينا يعني 78% من الأراضي الصالحة للزراعة قد انتهت قد تحولت إلى أراضي بور أو قد تركت من قبل الفلاحين بعد 2003 هذا التقرير الكونغرس الأمريكي عام 2004 ربما وقت هذه الحلقة لا يصعفنا في أن نكمل هذا الحديث سنكمله في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة